أقيم حفل افتتاح فعاليات بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 التي تقام في المملكة بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم وتعتبر بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي 70.3 محطة مهمة في مواصلة الترويج لمملكة البحرين تمشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وجعل المملكة قبل الاحتضان البطولات الكبرى مما يسهم في مواصلة ازدهار القطاع السياحي في المملكة خصوصا أن البطولة تشهد إقبالا واسعا من المشاركين من مختلف دول العالم وتنطلق البطولة اليوم الخميس بإقامة فعاليات الأيرون كيدز للأولاد والبنات فيما سيقام السباق الرئيسي السابت المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر